الاهتمام بالبنية التحتية والسلامة العامة كانت ضمن أبرز المواضيع التي ناقشها المجلس البلدي بمحافظة مسندم منها التحديات التي يواجهها الشارع الرابط بين خصب وسيمة خاصة خلال فترة الأمطار التي تتسبب في إغلاق الطرق وتعطيل الحركة المرورية إلى جانب مناقشة احتياجات مخطط غب علي بولاية خصب وتوفير الخدمات الرئيسية اللازمة لدعم تنمية المنطقة ناقش المجلس اليوم من ضمن مواضيع المدرجة على جدوى الأعمال المجلس موضوع توقف الحركة المرورية أثناء جران الأودية على الشارع خصب سيمة ولضرورة حل هذا الموضوع طبعا ناقش المجلس ورفع المخاطبة لوزارة النقل في رفع كفاءة هذا الطريق كما ناقش موضوع آخر موضوع غب علي مخطط غب البحرية في تقديم خدمة شبكة المياه لمخطط الجديد أو الحديث في هذه القرية وفي إطار تحسين الخدمات ناقش المجلس مقترحة عديل مسار العبارات البحرية ليما دباش ناص بما يسهم في تعزيز الربط بين ولايات المحافظة كما بحث الأعضاء طلب إنشاء كاسر أمواج بقرية الشارع العقى البحرية بولاية دبا بهدف حماية المنطقة من التقلبات البحرية كانت هناك مطالبات سابقة من قبل أحد أهالي القرى البحرية التابعة لولاية دبا لو هي قرية الشارع العقى بطلب إنشاء جدار حماية المنازل الواقع على الشاطئ وإيضا كاسر أمواج وتم إحالة هذا الطلب من مجزاة الثروة الزراعية والسمكية ومعارض المياه للمجلس للإطلاع والاعتماد وبإذن الله نتأمل أن يرى هذا المشروع النور في القريب العاجل ويؤكد المجلس على أهمية مواصلة الجهود لتحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية في المحافظة وتلبية احتياجات السكان وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة هذا أبرز ما جاء في الاجتماع الثامن للمجلس البلدي بمحافظة مسندم من مواضيع ومقترحات قدمها أعضاء المجلس تصب في تنمية وخدمة المحافظة من محافظة مسندم بولاية خصب عقيل بن عماد الكمالي ترجمة نانسي قنقر